هاي تذكروا المرة الماضي حكينا عن rare earth magnets هاي زا بتطلع هون بالجدول الدوري في عدنا مكانين فيهم rare earth magnets في ثلاث عناصر الموجودين هون في المجموعات العناصر الموجودين واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أفتاش اتناش اتناش ثلاثتاش أربعتاش وثلاثة سبعتاشر ونصر هذول كلهم فيهم مادة مناسبة هاتكون permanent magnet وبتعطيني high high residual flux وhigh coercive كمان اطلعنا مبارح شوف تشوف فرجيتكم هاي تذكروا مبارح حكينا المواد الفرو ماغنتيك العادية اللي هم low residual flux density اللي هي بي ار ولو كويرسيف ماغنتيك ماغنتايزين تنسيتي أو magnetic field strength هاي بي ار ريزجيوال فلوكس ان تسلا و هون ال كويرسيف ماغنتيك فيل لانه اصلا مش بهاي المنطقة بدنا نشتغل اذا عندي فروماتيك ماتيريال بنكون يشتغل تقريبا في المرشقة هاي في موجودة ها فهون هادي بهمني انه تكون مساحة اللوب هاي اصغر ما يمكن عشان اخفف من لكن اذا استعملنا اذا بدي استعمل مادة لبرمنت ماجنة دي سي موتور تكون اقرب اللوب بحيث انها تكون هاي رزيجوال فلوكس او هاي وكمان بهمني هاي لانه ال Hampatcher لما بيعمل ممكن يعمل ما يكونش سهل انه يعمل فحتى يكون اسعب انه يعمل بهمنا هذا الرقم يكون اكبر ما يزيل طلعنا على بعض العناصر هاي هون عنا مثلا هاي هذا الääkesis بتلاحظون انmu هذا بالتسلا الääkesis الي هون بالتسلا اللي هي الربع التاني 잠깐 السكند قودرة هاي انه هون مثلا المادة هادول مواد سيراميك ساميريوم كوبالت ونيوديميوم آيرون بورون هادول كلهم رير ايرث ماتيريال او سيراميك في حين هادي هون المادة فروماغنتيك اللي هي طلعنا عنها مبارح اللي هي ألمنيوم نيكلو كوبالت ألوي من الألمنيوم نيكلو كوبالت فعنا هون الرقم بتلاحظوا الكويرسيفتي أصغر بكتير من المواد الموجودة هون او مادة الموجودة هون هاي عم تعطيني تقريبا 1.3 تسلا اللي هو رقم كبير جدا 1.3 تسلا وهون الكويرس حوالي ناقص 900 كيلو أمبير فهاي الخصائص الماتيريالز اللي بنحكي عنهم في حد حكم بارح حكاري عن 50 تسلا ماشين 50 تسلا